قالت وزارة التجارة الصينية أن الاتحاد الأوروبي قد يشعل حربا تجارية إذا استمر في تأجيج التوترات واتهمته بالتآمر في التحقيق الذي يجريه منذ ثمانية أشهر في الدعم المقدم لاستيراد السيارات الكهربائية الصينية وذكرت وزارة التجارة الصينية أن الجنب الأوروبي قام بترهيب وإكراه الشركات الصينية وهدد بفرض رسوم عقبية عالية وطلب معلومات واسعة للغاية وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 38.1% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين رغم احتجاج بكين على ذلك